تجي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل ويت الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم تقص حار راتب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مقل الحرارة راتب ليلاً على أغلب الأنحاء تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة منار غاني موضوع المركز الأعلان باية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور شباح الخير على حضرتك التدادين وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلاً بكي فانت أهلاً بحضرتك حابيني تطمم من حضرتك عن حالة التقص يعني عارفيني أننا الحمد لله الفترة دي يمكن التقص معتدل وفي نسم الصف جميلة كده بالليل مع انخفاض بسيط لدرجات الرطوبة فده بيخليني نحس بنسمة الهوى اللي بتكون جاية بالليل كده هو طبعاً بالفعل يمكن نحن الحمد لله عندنا استقرار في الأحوال الجوية بشكل تبير في معظم محافظات الجمهورية مع انخفاضات تصيفة في قيم درجات الحرارة في كافة المحافظات يعني احنا أغلب المحافظات من الشمال حتى الجنوب في انخفاضة في قيم درجات الحرارة وبتكون حول المعدلات التبعية للوقت ده من السنة احنا بنطبعاً بنتأثر بامتداد مرتفع الورود الوسطى اللي معاك كتل هوقية معظم مقادم من جنوب غرب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط ده على سطح الأرض كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ده بيعمل على وجود بعض الصحبة المتوسطة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس فبساعد على تلطية الأجواء وده معظم المحافظات الشمالية بشكل كبير فبالتالي لسه نسب رتوبة موجودة في الجو يمكن كمان نسب رتوبة بدأت تنخفض بانكفاض طفيف لكن لسه موجودة فممكن تخلينا نحس القيم درجات حرارة أعلى لكن بالشكل كبير زي القيم درجات الحرارة اللي كنا بنسجلها في شهر ثمانية ممكن احنا اليوم متوقع عظم على القاهرة الكبرى 33 درجة مقوية انا حسها لو تكن 35 درجة مقوية فبالتالي قيم درجات حرارة فيها انقفاض فيها تحسن من حيث نسب رتوبة ومن حيث ثمان القيمة نفسها قيمة درجة الحرارة المسجلة لكن الطاق في فترة النهار بيزال طاق حرراتف في القاهرة الكبرى في الوجه البحري في محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط شديد الحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب السعيد وجنوب سنة هذا رغم ان احنا بنقول تبعا سي خفض درجات الحرارة في محافظات الجنوب لكن لسه بطاقسية شديد الحرارة فاقت الليال مع الغية بالتام لأشعة الشمس اكيد بيكون سي خفض قيم درجات الحرارة كمان مع وجود نشاط الرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كم على الساعة في فترات المساء وساعات الليل ده دي ساعة من أن أحس النسب رطوبة قال له قيام درجات حرارة قال له يمكن ده اللي بيلطة في الأجواء في فترات الليل فأجواء فترة الليل بالله هي أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة في بعض الأماكن وخاصة الأماكن الداخلية ممكن أحس فيها بوجود نسب رطوبة لكن الأماكن المسلوحة المدن الجديدة أنا هحس فيها بوجود نشاط رياح مؤثر على أكساسي بقيم درجات الحرارة إحنا يمكن إحنا النهاردة الجمعة ده ببرضو ويك اند كده وممكن قبل بداية العام الدراسي بيكون آخر ويك اند معظم الناس بتكون بتتوجه لسا واحد الشمالية حابين منطمن من حدك عن حالة طقس وحالة البحار كمان إحنا طبعا الأول حالة البحار يمكن سرعات رياح على البحر المتوسط لا تتجاوز 30 أو 35 كيلومتر على الساعة فبالتالي ارتفاع موج ما بين واحد لواحد ونصف متر البحر المتوسط مؤهل تماما لأعمال السيد والملاحة البحرية وأعمال السنزل وكمان البحر الأحمر معتدل مؤهل لكافة أعمال السيد والملاحة البحرية وأعمال السنزل قيم درجات الحرارة في السواحل المطلة على البحر المتوسط انخفضت وبأتروحة ما بين 30 ل31 درجة مقوية خلال فترة النهار السواحل المطلة على البحر المتوسط أيضا ما بين 38 ل39 درجة مقوية وزي يقول في الأول ان احنا معظم المحافظات قيم درجات الحرارة فيها تعتبر حول المعادل الصبيعي تبقى استقرار بشكل كبير نقدر نستمتع بالأجواء في كافة محافظات الجمهورية هنخلي بنا بس من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر واحنا مستفدين على طرق فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر وهي طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الشبورة بتقدي بانكفاضات صفيفة مش هتأثر على حركة المرور وهتختفي كمان مع سطوع عشاعة الشمس يعني نقدر نقول من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق بس ما هم في الفترة دي طبعا فترة استقرار في الأحوال الجوية ومكملة معانا كمان لمنتصف الأسبوع يعني لحد نصف الأسبوع الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير بس تعتبر فترة انتقالية ما بين فصل الصيف وفصل الخريف وارد جدا يحفل صغير في تنبؤات الجوية أو في التوزعات الدقية من يوم للتاني فلازم بس نتابع النشارات الجوية بسوريا هم طيب برضو عايزة أسأل حدايك عن حاجة مهمة جدا ناس كلها بتسألني عليها هل فعلا هيكون في ارتفاعات مرة تانية بشكل كبير في درجات الحرارة الفترة دي ولا خلاص بقى نبدأ نعتاد الجو المعتدل خلال شهر سبتمبر احنا هنقول ان السائد هو الجو المعتدل لكن احنا مازلنا لسه الفصل الصيف هينتهي 22 ساعة وعندنا كمان فصل الخريف من الفصول الانتقالية اللي النص الأول فيها لسه بيكون في بعض مد فصل الصيف طوارد بعض الأيام يكون فيها قيم درجات حرارة أعلى من المعدلات مرتفعة لكن مش بالشكل اللي كنا بنشهده بشكل كبير في شهر ثمانية أو شهر سبعة يعني قيم درجات الحرارة ومع نسبة رطوبة كمان مش مرتفعة أو فمش هنحس بالحرارة التقسي بشكل كبير صحيح؟ بالفعل يعني احنا مش هنوصل لقيم درجات الحرارة المرتفعة بالشكل الكبير نسا برطوبة بتقل بشكل تدري وكل ما تقدمنا أكتر في تسعة وكلنا الفصل الخريف هنلاقي نسا برطوبة قلت وحتى كمان لو في التفاعاتنا بتبقاش قطرة طيلة ممكن تبقى يوم التين في الكتير ومتعود درجات الحرارة لأجواء المعتادة لأنا احنا متأوضين عليها في صفل الخريف أنا بشكر حديك طبعا شكرا جزيلا دكتورة منارغاني وعضو المركز العامية للعصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة التقسي في برنامج صباح الخير يوم أصر خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأها من القاهرة والعظمة 33 الصغرة 26 عاصمة إدارية 34 25 إسكندرية 32 23 عالمين الجديدة 31 24 مطروح 31 25 دميات 32 25 بورسعيد 33 26 إسماعيه 34 23 السويس 34 25 العريش 33 23 كاترين 29 15 طابات 33 26 حلايب 33 30 شارتين 38 29 شرب الشيخت 37 28 الغردقة 37 28 الفيوم 34 24 بني سويف 34 25 الوادي الجديد 38 26 أسيود 36 24 سهاج 36 25 قناة 38 27 الأقصر 38 27 أصوان 39 28 وكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة أعتقد أننا نتبتع بالفترة اللي جاية دي أو خلال الأسبوع اللي جاي بطقس معتدل الصيفي معتدل هيكون فيه ساعات كمان متأخرة من الليل فيه شابورة مائية نخلي بنا منها خاصة لقائدي المركبات على طرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ترجمة نانسي قنقر